السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي كريم وأنتم الآن على قناتكم الخاصة بكل ما يتعلق بمجال الصيانة وكذا كل جديد في مجال التكنولوجيا اليوم إن شاء الله سوف نتميب سلسلة دروسنا أو سلسلة المتعلقة بمجال الصيانة إذن في الحلقة التي مضت تطرقنا إلى الأدوات الخاصة في مجال الصيانة واليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى الأفوماتر أو الميتماتر ديجيتال إذن بالنسبة لهذه الآلة هي آلة ضرورية في مجال الصيانة وهي آلة ضرورية لكل تقني في مجال الصيانة الإلكترونيك أو الكهرباء أو الهاتف المحمول إذن هذه الأدات هي أدات ضرورية وضرورية جداً وذلك للقياس ولمعرفة الأعطاب وإلى غير ذلك إذن فلنبدأ على بركة الله إذن هذه الآلة أو هذه الأدات هي أدات إذن لدينا هنا شاشة كما سلاحظون هنا لدينا عدة قياسات سوف أشرح كل شيء أو لكل جهة على حدة إذن لدينا في بادي الأمر سوف تلاحظون معي هنا لدينا هذا المداخل إذن في أول الأمر المداخل التي تهمون هنا هي هذا المدخل الذي هو الكم ولمدخل الآخر الذي بجانبه إذن سوف نقوم بربط الكابل الأسود بالكم من طبيعة الحال إذن هذا هو الكم أو الأساليب وهذا هو الموجب إذن ستلاحظون بعد ذلك لدينا هنا إذن بالنسبة لهذه وحدة القياس لدينا التيار المستمر وهذا التيار المستمر يمكننا من قياس أو هذا الجزء من الأفومتر يمكننا من قياس التوترات المستمرة يعني يمكننا من قياس كل التوترات كالبطارية بطارية الهاتف المحمول أو بطارية اللابتوب أو بطارية الطابلت إذن جميع أنواع التيارات المستمرة في غالب الحالات يعني في عملنا في مجال الصيانة الهاتف أو اللابتوب أو الطابلت نستعمل دائما في 20 فولت تيار مستمر لدينا بعد ذلك التيار المتناوب إذن هذا هو الشعار التيار المتناوب إذن التيار المتناوب لدينا أعلى درجة هنا هي 750 فولت وأصغر درجة هي فولتين إذن هذه الجهة تمكننا من قياس التوترات المتناوبة مثلا التيار المنزلي هو التيار المتناوب 120 فولت إذا أردنا قياس التيار المنزلي سوف نضع هذه المدرجة في 750 درجة ثم نقوم بقياس التيار المتناوب سوف أتطرق بعد ذلك لطريقة القياس والآن بعد أن تطرقنا إلى وحدة القياس التي سوف نستعملها في الصيانة أو في عملنا سوف نقوم ببعض الأعمال التطبيقية في مجال وذلك في مجال القياسات إذن أول شيء وهو أهم شيء نقوم بقياسه في أي جهاز هو البطارية إذن لقياس البطارية سوف أقوم بضبط الأفو متر على 20 فولت تيار مستمر وسوف أقوم بقياس هذه البطارية إذن كما قلت أن البطارية أولى أن هذه الأفو متر له قطب مجاب وقطب سالب إذن سوف نقوم بربط القطب المجاب بالقطب المجاب وسنرى هل البطارية مشحونة أم لا إذن تلاحظون معي أن هذه البطارية أعطتنا قياس 3.46 فولت وهذه البطارية هي بطارية من فئة 3.7 فولت إذن هذه البطارية شب هنما مشحونة سوف نقوم ب قياس بطارية أخرى بطارية هاتف أخر إذن لقياس البطارية سوف تلاحظون أن لدينا هنا في البطارية زائد ثم الناقص إذن هذا يدلنا على القطب المجاب والقطب السالب إذن نربط المجاب بمجاب البطارية ونربط القطب السالب بسالب البطارية وسوف نرى إذن هذه البطارية فارغة عن آخرها سوف أريكم طريقة شحن هذه البطارية لأن إذا وضعناها في الهاتف وهي في هذه الحلة فلن يتمكن الهاتف من شحنها الآن سوف نقوم بقياس هذه المقاومة أو ريزيستانس سوف نضع بقياس في الأوم في أصغر وحدة ونقوم بالقياس إذن هذه القيمة كبيرة سوف نزيد بمقياس واحد إذن إذن تلاحظون هذه المقاومة هي مقاومة تقريبا 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 واحد كيلو أوم إذن هذه المقاومة هي مقاومة تسمى مقاومة الحماية في غالب الضارة نضعها وذلك لحماية الضارة من التيار العالي شبان ما لدينا هذه استمرارية التي تحدثت عنها إذن إذا قمنا ب لصق القطبين السالب المجب إذن تسمعونا الرنة إذن هذا يعطينا استمرارية أو كما قلت إذن سوف نرى كيف نقوم بشحن من هذه البطارية الميت سوف نأخذ سوف نأخذ شاحن عادي إذن سوف نأخذ شاحن إذن هذا الشاحن هو شاحن عادي من فئة 6V سوف نقوم بربطه وبعد ذلك سوف نقوم بقياس الفلطية لتأكد من القطب السالب والقطب المجب لاحظوا معي إذن هذا الشاحن أعطانا 9V تقريبا ولكن لاحظوا معي هذا الشعار هذا السالب الموجود الموجود يدل على أن هناك على أن هذه الأقطاب مقلوبة سوف نقوم بقلب هذه الأقطاب الموجود إذن لاحظوا معي إشارة ناقص إذن هنا هذا هو القطب الموجب وهذا هو القطب السالب إذن سوف نقوم بأخذ البطارية سوف نربط هذه الأسلاك بالأفو متر بهذا الشكل هذا إذن السالب هنا والموجب هنا وسوف نقوم بربطها بالبطارية إذا نلاحظوا معي سوف نربط الموجب بالموجب والسالب بالسالب إذا تلاحظون أن الفولتية أصبحت ثلاثة فصيلة تقريبا أربعة يعني أن هنا أن البطارية تشحن بسرعة إذا أزلنا أحد الأقطاب سوف يعطينا فولتية الشاهن إذا نلاحظوا معي سوف ننتظر لبعض الوقت حتى يعطينا ثلاثة فصيلة ستة أو ثلاثة فصيلة ثمانية وبعد ذلك سوف نقوم بخياس البطارية ترجمة نانسي قنقر 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 إذن الآن وصلت الغلطية إلى 3.6 سوف نقوم بإزالة أقطاب الشاحن إذن تلاحظون أن البطارية قد شحنت إذن تلاحظون أن البطارية قد شحن البطارية فارغة عن آخرها لأنه إذا كانت البطارية فارغة عن آخرها فلنزل مكنا من شحنها بشاحن والهاتف المحمول إذن أتمنى أن هذا الدرس اليوم الذي كان متعلق بالأفومتر قد كان في استفادة كبيرة إذن قبل الختام أريد فقط أن أذكر بما تحدثنا وما تطرقنا إليه اليوم إذن اليوم تحدثنا عن الأفومتر قلنا أن الأفومتر هي أداة ضرورية للصيانة أو للقياس بالنسبة لأي تقنية في مجال الإلكترونيات أو الكهابة سواء صيانة الهاتف المحمول أو اللابتوب أو الكهرباء لا غير ذلك إذن لدينا هذه الألات القياس فيها عدة قياسات أو تدريجات للقياس تحدثنا عن القياس الكهرباء أو التيار المستمر التيار المتناوب ومتناوب تحدثنا عن الأوم وهي وحدة قياس رزيستانس أو المقاومة وتحدثنا عن الاستمرارية أو إذن بالنسبة لهذه الأشياء الأخرى سوف نتحدث عنها بالتدريج في أشغالنا التطبيقية إذن رأينا كذلك كيفية شحن أو كيفية معرفة السالب من المجاب دائما السالب يكون في الكم والمجاب يكون في ال V إذن السالب هو الأسود عفواً والمجاب هو الأحمر رأينا كيف نقوم بقياس بطارية الهاتف لدينا السالب والمجاب مبينة في الهاتف زائد والناقص إذن نقوم بربط السالب بسالب بطارية والمجاب بمجاب البطارية وبذلك سوف نتمكن من معرفة هل البطارية مشحونة أو غير مشحونة يعني فارغة ولمعرفة فولتيات البطارية يكفي أن أقرأها هنا في البطارية إذن في غالب الحالات البطارية تتروح فولتياتها بين 3.7 و 3.8 و 3.9 فولت إذن أخواتي إخواني لم يبخلي إلا أن أشكركم على المتابعة لا تبخلوا علينا بملاحظتكم واقتراحاتكم إذا عجبتكم القناة فشاركونا بسبسكريبشن واضغطوا على الجرس لاتصلكم كل ما هو جديد شكراً وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله شكراً ومائنا بنا لتعرفل شكراً و done